المثال الثالث تعصب للخلق لا للحق كثير من الناس يتعصب للخلق وهذه قد نذكرها غير على سبيل السرد يعني مثلا يتعصبون للمذاهب مثلا إنسان تعرض عليه شيئا فيتعصب يقولك لا نحن يعني مثلا نتبع مذهب فلان نحن شافعية نحن مالكية نحن أحناف نحن حنابلة مثلا ويعرض عن السنة الصريحة الثابتة فيردها لأنه قلد مذهبا من المذاهب وتعصب له فيرد الحق بذلك يعني خلي من الأمور لك تكون مثلا فيها خلاف وتكون كلها بنية عن الاجتهاد لا نحن كنتكلم على الخطأ البين الذي يكون في المذهب فيتكلف له يبقى يتكلف يقولك لا هذه سنين تبتها ونشوف النصوص العامة وندير كذا كذا كيف أخرج من عهدة هذا الحديث ولو يستطيعوا أن يمحوا تلك الآية من المصحف ولا يمحوا تلك الحديث لا فعل علاش لأنه عظم صاحب المذهب وعظم الإمام الذي يتبعه فلا يقبل أن يرد عليه قول مما قاله وسبحان الله هذه من الأمور كما تنقوله إحنا في الدرجة دي لا غير الإنسان هزم انتقال تصفي الإنسان شدد على نفسه وإلا الأمر أيصر من ذلك وأسهل هؤلاء الآية ما أنفسهم لما اختاروا هذه الاختيارة إنما اختاروها عن علم اختاروها عن علم وعن اجتهاد بذلوا جهدهم ولذلك رضي الله عنهم وأبقى ذكرهم فلا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكرون إلا بالطرحم والتراضي رضي الله عنهم أجمعين لا مالك ولا الشفعي ولا كلا وهم أنفسهم منعوا من تقليدهم هم أنفسهم لو رجعنا إلى تأصيلتهم كل واحد فيهم اللي تقول ما اتبعنيش لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الليث ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا هم أيضا يرشدونك إلى أن تأخذ من الكتاب والسنة خذ من حيث أخذوا إذن هذه القضية تتعصب المذاهب ورد الحق بسببها هذه معروفة وكثيرة جدا وقد ابتلي بها كثير من الخلق حتى إن بعض الأحناف يقول كل آية في كتاب الله تخالف ما ذهب إليه إمامنا يعني أبا حنيفة ثابت بن النعمان كل آية في كتاب الله تخالف ما عليه إمامنا فهي إما مؤولة أو منسوخة إما تكون مؤولة أو لا تكون منسوخة غير محكمة وكل حديث يخالف ما عليه إمامنا فهم فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول أو كب يعني شوف أرأيتهم تعصبا أشد من هذا إذن هذا هو عين تعصب أن ترد الحق الذي جاء في الكتاب والذي جاء في السنة بسبب تعصبك لمذهبين من المذاهب أو التعصب للبلدان بعض الناس يتعصبوا البلدان يعني مثلا إحنا شاميين إحنا عراقيين إحنا كده فهي تعصبوا لبلاده يعني هذا الشيء اللي تقوله نحن العراقيين كله حق أنا مع هذا الشيء اللي يقوله أصحابنا وأرد ما يقوله خصومنا هذا أيضا من التعصب فالحق ليس يوزن بالأشبار ولا يوزن بالفراسخ ولا بالبرد وإنما الحق عليه سمات وعليه دلائل وحجج من الكتاب والسنة هذا هو الحق إذن تعصب للمذاهب والتعصب للبلدان وللأنساب بعض الناس مثلا يدعي الشرف كي يقولك إحنا أهل البيت إحنا كده فيتعصب لكل من كان على مثل نسبه ويزدري من كان بخلاف ذلك وأيضا الألوان هذا يعني مثلا بيض وهذا سود وهذا حمر وهذا صفر وكذا وكذلك بالنسبة لللسان وهذه واقعة حقيقة قضية اللسان العربي واللسان العجمي يعني لك مثلا شي حاجة قالها العربي هم عرب إلا قالها شي واحد شلح ما يقبلهاش منه والعكس شي نسي لك أنوا شلح مثلا المقيتة التي جاء الإسلام بإبطالها جاء الإسلام بإبطالها سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم رد على الصحابة يعني تمسكهم بألفاظ شرعية وبمسميات شرعية ذكرها الله في القرآن لما استخدمت في طريق العصبية وفي سبيلها يعني واش الأنصار والمهاجرين مذكرين في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى الأنصار وأثناء عليهم وذكر المهاجرين وأثناء عليهم لكن لما استخدمت هذه الأوصاف من أجل الواقيعة ومن أجل الخصومة منعها النبي صلى الله يعني تخصم واحد الأنصاري مع واحد المهاجرين ضرب بعضهم بعضا فنادى يا للأنصار وقال الأخر يا للمهاجرين فينكم الأنصار والأخر قال فينكم المهاجرين أجل شوفوا هذا حتى إنه روي عن عبد الله بن أبي بن سلول يعني المنافق أنه قال هذا مثل ما قال الأول سم من كلبك يأكلك قال لك شوف إحنا هذا بإحنا الأنصار وهذا المهاجرين جاروا فقراء يديهم على رأسهم وقال له التومك يتزحموا معنا يعني في العيون وفي الآبار وهذا سم يبقوا تنكملوا هنا فهذا بحال شي واحد يقول لك سم من كلب ديالك وفي الخرية يأكلك هذا قال لها رأس المنافقين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة قال ما بالو دعو الجاهلية وأنا بين ظهوركم واش هذي 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 نداءت ديال الجاهلية مش ديال الإسلام وانا بقي حي بقي معكم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة إذا الإسلام قد سوى بين الأحمر والأسود والأبيض لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه كلها من العصبيات الجاهلية لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله